من القاهرة ينضم إلينا لواء محمود زاهر المحلل العسكري سيادة لواء كيف تنظر إلى الاستراتيجية المصرية في التعامل مع قضيتين سد النهضة والملف الليبي في هذه الحملة الدولية وإلي مدى يعد ذلك سهما موجها إلى إثيوبيا التي حاولت مرارا وتكرارا منع تدويل هذه القضية ولأردوغان الذي لازال يضرب بعض الحائط كافة القوانين الدولية أولا بسم الله الرحمن الرحيم وتحياتنا لك يا أستاذة هيبة ولمشاهدينك الكرام ما دمنا نتكلم على استراتيجية اسمحي لأقول لحضرتك أن الأمن القومي عندنا كببان أساسية على المستوى القطري عبارة عن أربع ببان باب غربي وباب شرقي وباب شمالي مع أوروبا وباب جنوبي بيكون فيه كل ما هو في إفريقيا سواء إثيوبيا أو السودان أربع ببان الاستراتيجية التي نعنونها بأسلوب النظام العالمي الذي بدأ من 1990 بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي وتأكد بعد ذلك من سنة 90 تأكيدا بما حدث في أسيا عراق وكويت ثم راحة العراق ثم سوريا ثم أصبح النهاردة المفروض أن يقفل الأربع اتجاهات الأساسية والببان الأساسية على مصر أي يتقفل الباب الجنوبي وهنا يأتي سد النهضة الذي عنوانه بنقول عليه خيانة متكاملة والخيانة بتسوي إنقاص الشيء قدره يبقى قدر مصر بيمتقص قدر حقها في الحياة وهي المياه بيمتقص قدر قرمتها تاريخيا وسقافيا وتواجديا بيمتقص فهذه خيانة وهذا باب يقفل بهذا السد الخائن طيب هي خيانة متكاملة نأتي من ذهب كلمة الخيانة ونذهب إلى ليبيا نجد أننا عند الباب الغربي بدأ يحاولوا يقفلوه طيب بدأ أنا قوتي بفضل من الله زاحت القفلة دي إلى ما بعد الحدود الغربية بتاعتي بقانون دولي يسمح لي بهذا وباعتراف الشعب الليبي وبرلمانه وأعضاؤه ثم زيارته ثم رئيس برلمانه وهكذا ولكن أما جا شوف النهاردة رؤية استراتيجية عالية يطلع لفوق كده وبص لأن البحر المتوسط اللي هو شمالي أصبح عبارة عن قوات تحالف لها عنوين كثيرة جدا ولكن كما حدث في بحر العرب أنه تمالى بالتحالف النهاردة البحر المتوسط بيت ملب التحالف أيا كان عنوان كل حليف وتعاملي معه إذن أنا مهدد النهاردة الباب الجنوبي أغلق ولابد أن يفتح لأن دي كرامة مصرية يفتح وما يفتحش بالكلام وما يفتحش بأن أنا أعتمد على أن أنا أحادث وما أحادثش لازم يعتمد على قوة فتح هذا الباب لأنه حياة مصر الباب الغربي يأتي في هذا النطاق بمشاركة مع ليبيا الشقيقة والجارة إذن ما الذي تعنيه استراتيجيا أيضا هذه المحادثات إن كنت تتحدث عن واقع على الأرض يجب أن يتبع بخطوات استراتيجية على الأرض هذه المحادثات الدولية إلى أي مدى يمكن أن تحلحل أو تحرك ما يمكن أن يحدث على الأرض هذا سؤال زاكي محترم وهاعتمد على الله وعلى ما قيل من الرئيس السيسي في آخر كلام وهو عبارة عن أن نحن نصبر وأن نحن نقدم ناشى للتفاوض وأن نحن نستمر ونضبر المياه بتاعتنا كل هذا كلام سياسي يحتمل أشياء كثيرة جدا يحتمل أشياء كثيرة جدا لا داعي لذكرها إعلامية ولكن هو قال كلمة قال لك الأسد ما يحدش يعني يقدر يأكل أكله يبقى هنا الأسد لو هو أسد يبقى أكله مش هيتاكل وده اللي أنا أعنيه بكلامي أن علي أنا بعد ما أفهم العالم اللي هو أساسا مترصدني لابد أن يكون عندي آلية حقيقية وهي عندي وبفضل الله عندي بداية من شعب مصر ووجدانه إلى قواته المسلحة إلى رئيسه والتخطيط عندي هذه الإمكانيات إمتى هستعملها؟ ده شيء يرجع لي ماسك البلد ورئيس الدولة والمؤسسات الموجودة في مصر سياسات الولايات المتحدة كما يرى مراقبون تنطلق من وزارة الدفاع البنتجون وليس من البيت الأبيض أو الخارجية ماذا يعني تواصل مصر مع الكونغرس الأمريكي إذن؟ لا يا فندم أنا أعترض مع حضرتك لأننا الإستراتيجية المصرية مع البنتجون بالذات خطوطها واضحة والبنتجون يفهم كويس أوي وضع مصر وقوتها وكيفية التعامل معها بحكمة ولكن وجود بيت أبيض ووجود أحزاب دي جمهوري وده ديمقراطي ووجود لبي صهيوني ووجود 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 بيحرف هذا الأمر الذي رأيناه كثيرا في اختلافات بين البيت الأبيض والبنتجون لذلك أنا مش هتكلم عن البنتجون فقط لأنه المؤسسة الوحيدة في أمريكا اللي تعلم يعني إيه التعامل مع مصر يكون بحسابات دقيقة إذن أنا النهاردة بوضح الأمور وزي ما قلنا اتقالت هنا النهاردة ما حضرتك بتذكري الولايات المتحدة الأمريكية وده سؤال زكي جدا مين اللي النهاردة قال لأ أوقف كل عمل عسكري داخل ليبيا وأنا جاي في السكة وبدأ يجي بحاملة طائرات وخلافه يعني إيه أوقف عمل أنا محتل ليبيا محتلة ما فيش حاجة إنها واحد دخل بيتي أصبر عليه وتعالى نتفاهم على الشعب الليبي قبل ما يكون وراه مصر المتحالفة عضويا معاه في أمن قومي مشترك عربي إنه ما يكونش فيه موجود غريب محتل في هذه البلد لأنه هيوصل للآتي أن أرض أرغان أهم نقطة عنده أأمن وجودي في ترابلس أأمنه وافصله عن ليبيا وبعد ذلك يحصل ما يحصل إذن طول ما أنا في وقت دفاع وموقف دفاع ليبيا هذا خطر لأن المهاجم عنده الكروت أقوى من المدافع ودل أملاه القرار الأمريكي أو التصرف الأمريكي والعامل نوع من الخلافات الشديدة مع الاتحاد الأوروبي وكل هذه الأمور لها تداعيات معينة شكرا جزيلا لك الليواء محمود زاهر المحلل والعسكري كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك